مرحبا برج العذرة أهلا فيكم في القراءة العاطفية برج العذرة أول سؤال لمجموعة المنفصلين ما هي مشاعر الشريك تجاهك الآن وأثناء فترة الانفصال عندنا ثماني الأكواب العربة ممكن أنك تتعامل مع برج مائي برج السرطاني هنا يواضح طاقته وعندنا أيضا كرت القوة كرت برج الأسد لكن اللي أحسه واضح أكثر شيء من القراءة برج الأسد وأيضا بما أننا عندنا طاقة الأكواب برج القوس مثل ما تعرفون مشاعر الشريك تجاهك يا برج العذرة أهو ندمان ولكن أحس أنه هو الذي جنى على نفسه وصل إلى مرحلة مدرك فيها أنه هو تصرف بطريقة خاطئة معاك أنه هو كان مقصر أنه هو لما أنت احتجتها ما كان موجود مو كذي بس هو قاعد يشوف نفسه شوي قاعد يقول لنفسه أن أنا كنت غبي لأنه لما كان برج العذراء موجود ولما كان قاعد يقدم لي كل شيء ما عرفت قدره ما أعطيت حقه في الحين لما فعلا خسرته الثمانية لما صارت خسارة كبيرة فجوة عميقة بينه ابتديت أدرك كبر الخطأ أحس أنه خطأ مو عادي مو خطأ زعل ممكن أنه يرجع ويفتح محادثة ويحاول أنه يرجع الأمور إذا تحس أنه لحد الآن ما رجع فهو لأنه لحد الآن مذقل بكبر أو حجم خطأ تجاهك عرفت؟ أحس أنه متثاقل أنه شلون أصلح شيء أو شلون أصلح خطأ كبير عندنا كارت العربة أشوفك هنا أنه أنت ذكي بما فيه الكفاية انزل لأنك ابتعد عنه في الوقت المناسب هاي الكارت كارت العربة أحس فيها أنه برج العذراء سوى شيء اسمه cutting your losses أنه أنت تحد من خسارتك وصلت لمرحلة فعلا بما أنك أنت الحين متحكم في مشاعرك متحكم في ابتعادك عنه وهو معجب مشاعرة تجاهك إعجاب إعجاب بطاقة الإبتعاد لأنه فعلا أنت يا شريكي قاعد تجذبني قاعد تنزلني قاعد تؤرقني وما عرفت قدري عرفت أحمل نفسي وأمشي ما عرف وين بروح ولكن أتمنى أنه يكون على الجانب الآخر أو الشخص اللي ينتظرني المجهول يكون أفضل من جلوسي مع شخص ما عرف قدري فهو نظرتك في هاي الفترة غير عن الندم اللي يحسه نظرة إعجاب إعجاب هنا العربة دائما تعني تحكم إعجابة بتحكمك وأن أنت وضعت نفسك أنت الأولوية هالمرة إذا فعلا سويت هذا الشي إذا ما سويت هذا الشي فهو موجود طاقة الإعجاب لأنك تحط نفسك أولوية معناتها هي النصيحة لك دائما نقول لكم في التارو اخذوا الطاقة وطبقوها على حياتكم إذا شي ما صار معناتها بصير أو معناتها أنه نصيحة وآخر شي هنا عندنا كارت القوة تعرفون لما تكون في الأم في حالة ولادة أو مخاض من أجل أنه خلاص يطلع الجنين محتاج إلى آخر دفعة وآخر دفعة لازم تكون قوية دائما نقول لها أعطي آخر دفعة كل ما أتيتي من قوة هو يحس ومشاعر تجاهك أن أنت مسيطر ولكن أنت في نفس الوقت قاعد بدون حتى وجودك في حياتك قاعد تستنفذ قوة إشلون عن طريق ابتعادك لما أنت تحكمت بذاتك صرت حتى تتحكم فيه على الرغم من أنت حاليا مبتعدين عن بعض على الرغم وبغض النظر من اللي كان المسؤول عن نهاية العلاقة ومن اللي اختار الابتعاد من اللي غلط ومن اللي أصدر ردة الفعل من أجل الابتعاد فهذا الشيء قاعد يستهلك قوته طاقته آخر ذرة دائما نقول هذه آخر ذرة طاقة عنده آخر ذرة حتى مو بس طاقة كرامة قاعدة أحسيني كرامة مشاعر تجاهك وهذا شيء من المضحك ولكن مشاعره أنه آخر ذرة كرامة قاعدة تروح العربة قاعدة تروح بابتعادك بثباتك على قرار أو على وضع الانفصال إذا أنت كنت ثابت إذا ما كنت ثابت مثل ما قلت لكم معناته أن أنت محتاجة التحكم والثبات إذا أنت مثلا كنت اللي تراكض وراء وتسأل عنه وتحاول أنه ترجع أنت عندك شخص وتتعامل مع شخص بالعكس رح يعجب لما تظهر جانب من التحكم بنفسك أوكي وجانب من أضع نفسي أولا بالسؤال الثاني هل الشرك راضي وسعيد بالانفصال عندنا هني فارس الأكواب ملكة النار أبداً موسعيد وملكة الأكواب هذا يرجح طاقة اللي قلت لك عنه برج القوس وبرج الأسد أحسهم هنا الأبراج النارية واضحين طاقة الماء ممكن يكون أيضاً برج مائي ولكن أحس هنا طاقة الماء مجرد يحاول أنه يراضيك أو يفتح معاك محادثة من جديد هني شركك قاعد يقول لي الجواب لسؤالك لا يبرج العذراء شركك أبداً مراضي بالانفصال ومستعد حتى لدرجة أنه مستعد أن يتخلى عن آخر ذرة كرامة مثل ما قلت لك ولكن هذا الشي يأتي مع ثمن شنو الثمن اللي أنت رح يمكن حتى تضطر أن تتعامل معه في البداية رح يحاول معاك بالأسلوب الحلو بالأسلوب اللطيف بالكلمة الطيبة بأسلوب الاجتذاب الاعتذار سامحني يسأل عن أحوالك ولكن إذا صار في رفض من جانبك إذا ظليت معاند متحكم رح تشوف جانب خلي أقول لك مظلم شوية من شريكك جانب مخيف أنا أشوفه هذا أن جانب مخيف لأن هذه الكرة تقول لي أنه بالطيب أو بالقوة ما يهمني شنو أسوي ولكن أهم شي أن أحصل اللي أبي أحصل على مرادي هذا الطاقة شوي مخيفة عندك شخص تتعامل مع شخص بعد فترة قاعد أثناء التحول أشوفه يتحول من فارس الأكواب إلى ملكة النار بعد يتحول إلى شخص ما يهم الثمن اللي يندفع مثلا ما يهم أن أهلك يعرفون ما يهم أن الناس يعرفون هذا الطاقة اللي رح يتحول لها ما يهم أن أنت باتشر شنو تفكر فيه شنو رأيك فيه عنده هدف واحد أن أنت ترجع في حياته قاعد يقول لك بالطيب أو بالقوة فمعنات أن الوضع جدا في تحول في الطاقة خليك معي برج العذرة في تحول في الطاقة أول خطوة قاعد يقول لي أنا الغلطان ولكن رح أستخدم كل ما يتيت من القوة لآخر ذرة كرامة عشان أرجع بالطيب قصمة شابكة كامل بالطيب مايا بالطيب القوة القوة البأس أن أنا أهدده أن أنا مثلا أظهر في مكان عمله أن أنا أسأل شخص المفروض ما يدرع عن خصوصياتنا أكل أتكلم مع شخص المفروض ما يدرع عن خصوصياتنا مستعد أن يخترق الطاقة المظلمة السؤال الأخير للمنفصلين ما هي خطوة القادمة ثمان السيوف أن يخرج عن إذا أنت مسوي لبلوك أو ما تتكلم معاه يبيرد يفتح معاك باب للحوار مجرد كلمة شلونك شخبارك تأخذ وتعطي معاك كفاية بالنسبة له هذا أول باب يريد أن يخترقه الكوب الأول إيس أوف كوبس يبي راضيك هذا ولكن أمراضاته تأتي بحجم جدا ضخم يعني مو فقط اعتذار سراء الاعتذار وقصة شلونك شخبارك إن شاء الله طيب شلونه هلك ضمنني مثلا يأخذ آخر أخبارك هذا مجرد أول باب بعد هاي المحادثة راح تشوف صدمة من هذا الشخص تشوفها صدمة إيجابية بما أنه عندنا أول أكواب صدمة إيجابية على طول يأخذ معاك خطوة كبيرة على طول يقول لك أنا حين مستعد أسوي اللي قبل ما سويته على طول يبتدي يقترح بدون حتى أنت ما تطلب إن هاي الكوب الأول كوب العطاء الهدية بدون اقتراحك بدون ما تفتح الموضوع وهو يوقع عليك مثل القنبلة أو مثل المفاجأة الضخمة ولكن هاي إيجابية مفاجأة مثلا خلنا نتزوج مفاجأة أنا حين أبي أتكلم عن المستقبل أنا حين أبي أبني معاك شي في المستقبل ولكن شريكك على وشك أن يدخل في طاقة شوي مظلمة وآخر كرت للأمور أو الخطوة اللي مستعد يأخذها السيفين هو مستعد يعطيك الكوب الأول ولكن هنا عندنا السيفين ما يبي خوفك في نفس الوقت لأن استعداده صار من صفر راح عندك من صفر راح لألف فما يبي خوفك هو مدرك أن أنت ممكن تخاف من طريقة التصرفات القادمة فكأنما رح يبين لك بس خمسين بلمية السيفين معناته من قسم بس خمسين بلمية من الأمور اللي مستعد يسويها كفاية راح يعطيك شوية بالقطارة في البداية كفاية عشان أنت مجرد تفتح معه الباب تثق فيه ما يبيك تشك في نواياه أبداً ما يبيك تشك ما يبيك تتفاجأ فكأن ما أحس هنا ولو أن راح تكون في مفاجأة كبيرة ضخمة تغيير كبير في هذا الشخص والشريك ولكن راح يحاول أن ما يظهر لك كل الجانب ما يظهر لك الجانب المظلم ما راح إذا ما وصل إلى هاي الطاقة قبل ما ينفتح بينكم باب التواصل مرة ثانية راح يحاول أنه حتى ما يتكلم في الأمور اللي كان يسويها مثلاً من وراك أنه يدور عنك في الإستجرام في الفيسبوك يتصل يسأل عنك ورح يخفي عنك هذا الجانب عشان ما تخف عشان ما تشك بس نصيحة أخيرة للمنفصلين حاول شوي تكونون حذرين إذا أتاكم هذا الشخص للتواصل لأن أشوف أنه باقي شعره ويفصل أو يبيع ويسوي أمور متهورة وحين ننتقل إلى العزاب العزاب أول سؤال لكم مواصفات الشخص القادم في طريقك عندنا ستة الأكواب ملكة الأرض وكارت العالم طبعاً مثل ما تعرفونا أنا جهزت الأوراق قبل ما أتخل في القراءات عشان ما ناخذ من الوقت وايد وكل القراءة لازم تكون بكارتات مختلفة القادم في طريقك هذا الشخص مودياً جداً مرتاح طبيعة عمله بلو كولر يعني أحس أن يعمل في شيء مكتبي شيء رسمي يطلب منه أن يلبس زي أن يتعامل باحترافية عالية وأيضاً هذا الشخص موافق عليه من قبل أهلك قبل أن يدخل حياتك يمكن هذا الشيء أنت ما راح تدري عنه إلا بعدين تكتشف أن أهلك حسوا أنه هو راح يدخل في حياتك أو احتمال أن يسمعون خبر أنه يتقدم لك ناوي يتقدم لك أخذوا أخباره سووا عنه تحليل تقييم سألوا عنه عن أخلاقه قبل حتى ما يقولون لك أو يفتحونك في موضوعه قبل حتى ما يدخل في حياتك في تقييم وموافقة تمت من قبل أهلك قبل ما أنت تلتقي فيه مر على أهلك تشوفه هنا خلص ممكننا صديق للعائلة ولكن شخص جديد كان دائماً من معارفكم ولكن أنت بشكل مباشر برج العذرة ما احتكيت معه انزيل خلا نشوف وظيفته وشكله عندنا عشرة الأكواب أربعة الأخصان هذا الشخص هنا أزرق هنا أزرق وظيفته مثل ما قلت لك تخص التعامل مع شكاوي الناس امتصاص طاقة الناس ممكن يكون في قسم الشكاوي في قسم أو خدمة العملاء في قسم معين يطلب منه أن يتعامل مع الكثير من الأشخاص طول الوقت اجتماعي بطبيعة حالة الأبراج اللي قاعدة أشوفها ممكن جداً يكون عقرب قاعدة أحسن أبراج العقرب أو واحد من الأبراج الرئيسية ثور عقرب أو ثور أنزين مادية جداً مرتاحة ولكن عيب الوحيد أنه يصرف أمواله بشكل شوي طائش بدون أن يحسب للمستقبل شكله وسيم ولكن في شيء واحد ناقص فيه كامل عشرة الأكواب كامل والكامل لله ولكن في شيء واحد مزعجك بشأن أو رح يزعجك احتمال أو تشوفه ناقص بخصوص شكله ممكن أنه شوية وزنه زايد شوية أقصر مما تحب شوية أطول مما تحب فقط نقطة واحدة أحب أن يلعب كورة أحب أن يسجل أهداف هنا قاعدة أشوف مثل هدف المرمى أو مرمى الهدف مادرش يسمونه في وقت الخاص ممكن حتى كعملة احترافياً عملة اللي يكسب منها رزقة وهو نفسه هذه الهواية هواية تتعلق بشيء خص الكورة كرة السلة أو كرة القدم إحراز الأهداف إذا ما كانت عندها بالعكس ما عندها أي اهتمام بالرياضة فعندها اهتمام بألعاب الفيديو على الأقل لازم شيء خص إحراز الأهداف والنقاط ممكن أيضاً أن هذا مجال عملاء أيضاً التعامل مع عملاء أو خدمات عن طريق النقاط مو عن طريق الدفع المباشر ما أدري انزل شلو لازم تتصرف مع هذا الشخص لأنه قلت لك عنده مشكلة في طريقة تصرف أمواله هذي الشيء الوحيد اللي يؤرقني ستة السيوف سبعة السيوف سوري سبعة سيوف ستة الخماسيات الخماسي الأول التارو صريح معاك يا برج العذراء أول شيء أول مرحلة قبل ما تختم عليكم الحياة مع بعض قبل ما توقعون عقد الزواج لا تبين له أنه عندك أي نية للتحكم فيه أو لتغييره خليك ساكت خليك تنتظر الوقت المناسب لأنه عندنا سبعة السيوف لا تبين له هذي أول مرحلة ولكن إذا خلاص وقعت عقد الزواج أو خلاص دخلته في ارتباط شبه رسمي مع بعض أول مرحلة أو المرحلة الثانية أنه أنت تحاول تسوي معاه هذا الميزان خمسين بالمية خمسين بالمية بما معنى أنه تدخل تحاول شوي شوي أو على الأقل خمسين بالمية تحب عليه مصاريف لأنه عنده مشكلة فيه إدارة أمواله تحب عليه مصاريف فقط خمسين بالمية يعني ما يضطر أنه يغير طريقة حياة أمية بالمية عشانك لا فقط خمسين بالمية هذه بداية حياتكم مع بعض بعدين اتعلم أنه يحمل المسؤولية كاملة لأنه عندك الخماس الصغير تحول للخماسي الكبير الأول رقم واحد التعامل مع هذا الشخص رح يكون مريح إذا عرفت مفاتحها مفتاحة هو أنه ما تبين له أو حتى تتواجه معاه أو تتكلم معاه بشكل مباشر تقول له مثلا أنت كذا أنت كذا أنت كذا ولازم ما تصرف أموالك في الأشياء اللي ما لها داعي أنا شوف هنا أنه يصرف أمواله على الكثير من الأنشطة الشبابية ويد عنده دخل يعني دخل عالي ولكن ما يعرف يدير أمواله هنا كأنه ما تتاري يقول لك حط مسؤوليات مالية عليه بدل ما تقول له أنت معاجبني في طريقة تصرفك بالأموال علمه أن المسؤولية الكبرى بعدين تقع داخل المنزل أو هي من أجل الشريك لازم تعلم أنه يحمل المسؤولية المادية بالشكل المناسب ما عليك هو فلوسه شلون رح يصرفها بعدين لما تخرج عنده مسؤوليات حقيقية معاك أنت رح يبدد يصرف في المكان الصحيح أوكي ننتقل إلى آخر مجموعة مجموعة المرتبطين أول سؤال لكم كيف يراك الشريك عندنا أربعة الأكواب كارت تيمبرانس برج القوس بايد عندنا طاقة الماء هنا لبرج العذراء اليوم الماء والنار وسبعة الأخصان يراك الشريك يا برج العذراء أنه أنت كأنما أحسك تقرر بدونه في أمور تصير في حياتكم مع بعض أو في أمور تستدعي حتى النقاش لكن أنت دائما تختار أنك تواجهها بروحك بشكل مستقل بدون ما حتى تحاول أنه تشركه في أمرك النقطة الثانية يراك يشوفك أنه أنت كأن ما في شي عندكم ما أزمة تخص المال أزمة تخص في مشكلة قادمة في الطريق أو مشكلة حاليا أنتو اثنينكم تعانون منها بما أنه أنتو في شراكة سواء زواجة أو علاقة ولكن أنت دائما تختار أنه تواجه شي بروحك لما شريكك يشوفك أنه لما يقترح عليك يحاول يطلع لك بحلول يقدم لك تسويات أنت ما تقبل أنت تقول لا 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 يعني عندكم مشكلة وفي نفس الوقت ترفض أي حلول من جانب الشريك بما معنى شوية محتاجين أن تعملون على جانب الشراكة في الفترة القادمة الشراكة الحقيقية ليس بالإسم الشراكة اللي نواجه لأمور مع بعض هذا هو اللي ينتظر منك شريكك خلا نشوف ما هي نقاط قوتك في العلاقة عندنا ملك النار تسعة الأخصان سوري تسعة الخماسيات والغصن الأول نقاط قوتك في العلاقة مع هذا الشخص هذه طاقتك أنت عندنا هنالك الكثير من طاقة النار قوس حمل أسد وحس هنا أيضا الأبراج المائية نقاط قوتك أن أنت مو متكل على هذا الشريك أو ما داعد الكثير من الأشخاص يفكرون الشراكة أن احنا لازم نخنق ونملك الشخص الثاني أنت تحب تنجز تحب تنجز تحب تسوي تحب أن تكون شريك حقيقي هذا اللي قاعدة أسمع الرسالة لك بما معناه ما تحب أنك تتملك الشخص وهذا يعطي شريكك حرية يحب أن أنت ثق فيه وتعطيه حرية بعيد عن العلاقة كنا نحنا في علاقة أو في زواج مو معنات أنه لازم 24 ساعة مع بعض وكل الأنشطة اللي نسويها تكون مع بعض أنا هنا قاعدة رسالتي تروح لبرج عذراء جدا واثق من طاقته واثق من نفسه مرتاح عارف متى يقضل وقت مع نفسه مع أهل تقسيمه للأهل لنفسي للشريك جدا تقسيمه جميلة وفي نفس الوقت أنت اللي قاعدة توجهه ترى أنت اللي توجه الشريك قاعدة تقيده بالأفعال وهو يقيدك بشوي السلطة الأوامر حب هذا يعطي أوامر أنت تقيده بالأفعال نموذج هذا من نقاط قوتك معاه وأيضا تعرف شلون تحفزه عندك مفاتيحة المفتاح لما تكون فعلا أنت بتستخدمه مع هذا الشخص تعرف له تعرف شلون تحصل منه على النتيجة اللي تب بيها انزل السؤال الثالث شون توافق بينكم رح يكون البرج الساحر الإمبراطور وائد ناس بما أنه شافوا كارت البرج رح يخافون ولكن بما أنه وقع جنب الساحر فما في أي داعي للخوف فيما أزقهني أنتوا رح تمرون فيه مع بعض ما يخص الخيانة لا يخص شي بخصوص مكان العمل مشكلة داخل البيت انزين أزمة انزين في آخر لحظة الله سبحانه وتعالى رح يخرجكم أثنينكم منها رح يكون فيه تدارك للوضع حل يعني خلاص البرج رح يقع مشكلة رح تصير ولكن ما رح يتأثر على علاقتكم في آخر لحظة رح يكون فيه مثل الملاك الحارس اللي يساعدكم ولكن التوافق أحذر أنه ما دري ليش قاعد أحس يا برج العذران أنه أنت رح تنقذ الموقف كان ما أنت اللي راح تخرج هاي الأشخاص أو حتى الشريك من الأزمة اللي على وشك أن تحدث في مشكلة ابتدت كمشكلة وعلى وشك أن تتحول إلى أزمة ممكن جدا هتكون في مكان العمل وأنت اللي قاعد تعطي شريكك الأفكار وتوجها لا تنسهني عندنا طاقة التوجيه ولكن أحذر من شيء واحد أن أنت الناس الشجعون أو اللي وافقين من نفسهم مثلك أنت ما يخافون يعترفون بالخطأ أوقات من الخطأ أن راسنا يكبر أكبر من اللازم لما نشوف نفسنا أنقذنا الموقف ساعدنا شخص هذا الشخص كان راح يتورط بدونه بدون توجيهنا أوكي نقول خلاص إحنا الحين الإمبراطور أنا حين كلامنا لازم يمشي أكثر من قبل شفت هذي الأزمة اللي ابتدت أن أنت ما تسمع كلام أو نصيحة شريكك ولا حتى حلولة تكبر إلى أنا حين ما حد قدي ما حد يعرف يوجه هذا القارب وهاي العلاقة غيري أنا ليش أنا عندي دليل هنا برج العذراء يقول أنا عندي دليل أنا انقفت الموقف أنت بدوني كنت راح تتصرف خطأ أنت بدوني راح تنحط في السجن أنت بدوني أن راح نخسر الميراث لحد يكلمني أنا وصلت إلى أعلى مستوى وبالعكس تتوقع من شريكك أنه دائما نفذ توجيهاتك بس هذي النقطة إذا حذرت منها إذا وعيت لها من الحين راح التوافق يكون جدا جميل الساحر يقول لك أوقات جدا سحرية بينك جميلة وسحرية بينك وبين الشريك إن شاء الله عليزي برج العذرة هذي كانت قراءتك لها